لو تكلمنا عن المشهد على مدار يومين مشرف مذهل مبهر كل الكلام ده قليل بالتأكيد على هذا المشهد لكن عايزين قراءة لهذا المشهد ازاي شفنا وخصوصا منيجي نتكلم بقى كمان على الشباب كانوا فيه اوائل الصفوف بشكل كبير جدا وكثافة كبيرة للمشاركة الشبابية طيب خلينا الاول بلغة شعبية بسيطة ومباشرة الشعب المصري عمل عظمة الشعب المصري عمل حاجة مفتخرة عمل حاجة مفتخرة بمعنى ان هو ناقد كل التوقعات كل القراءات كل ما كان يتصوروا البعض على ان الشعب المصري ده مش يبقى موجود في اللجان والتقارير الدولية والاعلام الدولي وطبعا هذه التقارير منسوبة لاجهزة متابعة خارج مصر كانوا بيتكلموا على ان المصريين مش يبقوا موجودين قدام اللجان خاصة مع تطورات الاوضاع في قطاع غزة وارتباطا بيئة الاوضاع الاقتصادية لكن المصريين النهاردة السين ووسائل الاعلام العالمية هي اللي بتقول كده بتقول ان المصريين يحتشدون ويصطفون امام اللجان وهذا المصطلح اللي بيطلق من وسائل الاعلام العالمية عشان ما يقولوش بس احنا وسائل الاعلام في الداخل المصري هما اللي بيصفوا في هذا المشهد هما اللي بيصفوا في هذا المشهد لان ما فيش لجنة في جمهورية مصر العربية في السبعة وعشرين محافظة الا لموجود قدامها ناس يعني حضرتك وانت بتنزل الكاميرا بالوقتي بداخلها برضو علشان انا مش وقتها حضرتك لكن لازم ننوه طبعا على الصورة اللي احنا شايفينها على سير العملية الانتخابية في العديد من اللجان في كل محافظات وكمان المهم في هذه الاشارة ان حضرتك وكاميراتك اللي موجودة من سبعة صبح يعني قبل افتتاح اللجنة في ساعتين الناس موجودة قدام اللجان وفيه لجان بعد الساعة تسعة بالليل الناس برضو موجودة قدام اللجان والقضاء بيمدوا عمل اللجان ما كانش ابدا يتوقع ان مثلا القضاء يمدوا بعد تسعة مساء لكن لحد تسعة مساء الناس موجودة بكسرة انا لفت على عدد من اللجان وحبيت دايما ان اختار ما بين مناطق شعبية من دار السلام للمعادي للزمالك لجاردن سيتي في نطاق القاهرة والجيزة يعني بحكم السكن عشان اشوف يعني تواجد الناس ويهي ازدحامهم هل هو بيختلف من منطقة الاخرى الصراحة ان الناس موجودة كل الناس الست اللي هي مجالبية موجودة الست اللي دي الست اللي لابسة افخم اللبس السيد اللي لابسة لبسه بسيط هما دول المصريين كانوا بيقدموا الثقافة الشعبية الحقيقية احنا الشعب المصري كدا هي دي طبعتنا هي دي بالظبط هي دي قيامنا صورة بتتحدث بالظبط هي دي الناس اللي نزلة عشان تعبر عن قيمة جمهورية مصر العربية العالم الآن يتابع جمهورية مصر العربية بالانتخابات الرئاسية في وسط أربع مرشحين حضراتكو دايما بتعلونه مع الشاشة سيد فريد زهران سيد عفتاح السيسي سيد حاسم عمر سيد عبد سند يماما المصريين نزلين هنا بيختاروا الشخص المؤتمن على ست سنين صعبين في القرار الوطني المصريين النهاردة اللي نزلين حاسين أن البلد محتاجة أن نكون موجودين جنبها محتاجين الـ 45% اللي أعلنت عنه ملايات الوطنية للانتخابات واللي الناس بس مشوا قد بالها من راقم 45% دي يعني معناها أن 30 مليون مواطن مصري تقريبا في اليومين الأولينين أول يوم وتاني يوم في أكثر من 30 مليون مواطن مصري طب الرسالة إيه بقى في موضوع 45% أن أنت وانت مثلا في قرية في ضايروت في أسيوت شايف أن أنت تقول لي لا ده أنا اللي هنزل لوحدي لا ده في ناس تانية مش نازلة فلما أنت تشوف أن في 30 مليون واحد نزلوا معناها أن أنت تتشجع وتتطمن وتتصل بأسرتك وصحابك وتقول لهم لا